وزير الداخلية النمساوي لخطة لترحيل السوريين في الوقت الحالي المستشار النمساوي يهدد شركات توريد الطاقة إن لم تخفض أسعار الكهرباء النمسا تنجح في إنتاج تسعين بالمئة من الكهرباء من مصادر متجددة في أبريل فيينا تتخذ خطوات للتخفيف من تكاليف الإسكان والتعلن عن منحة مالية النمسا تعزز تعاونها مع ألمانيا في مجال اللجوء ومكافحة الجريمة المنظمة والمعارضة الإيرانية تنتقد بلجيكا بعد إفراجها عن إيراني مدان بالإرهاب تحية طيبة متابعين الكرام إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة على النمسا ميديا وفي خبرنا الأول أكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر أنه لا يوجد خطة لترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم في هذه المرحلة وأشار الوزير في لقاء مع نظيره الدينماركي كارل ديبفاد أنه يتم دراسة إمكانية ترحيل اللاجئين السوريين إلى مناطق آمنة في سوريا لكن لا يزال الأمر حساسا ولا يوجد قرارا نهائيا بذلك وأضاف أن العودة الحالية للبعض هي عودة طوعية فقط بدوره أكد الوزير الدينماركي أنهم لا يجبرون السوريين على المغادرة ولا يعيدونهم قسرا بسبب فهمهم للوضع الصعب في سوريا شدد المستشار النمساوي كارل نهامر على ضرورة تخفيض شركات التوريد لأسعار الكهرباء والغاز خاصة بعد انخفاض أسعارها عالميا وعرب نهامر عن عدم رضاه بأسعار الكهرباء والغاز في البلاد لذلك يرغب في فرض إجراءات إضافية على الموردين لإجبارهم على تخفيض الأسعار حيث ألمحى لفرض ضريبة إضافية على الربح الفائض لدى الشركات مع آماله في أن يؤدي ذلك إلى تخفيض أسعار المواد الغذائية حيث يتذرع بعض التجار بتكاليف الكهرباء العالية كحجة لزيادة أسعارها استطاعت النمسا إنتاج 90% من كهربائها من مصادر متجددة في أبريل وذلك بحسب الأحوال الجوية المعتدلة وحسب ما أفاد مشغل الكهرباء النمساوي أبي جي ثاعدت الظروف المناسبة في بعض الأوقات من تغطية الاستهلاك بالكامل بالكهرباء المستدامة حيث ساهمت المحطات الكهربائية بأكثر من 60% من الإنتاج والرياح بنحو 1.16% وتمكنت النمسا من تصدير أكثر من نصف الكهرباء المولدة في أبريل بفضل الإنتاج المتجدد المرتفع أعلنت مدينة فيينا عن تدابير لتخفيف تكاليف الإسكان في ظل ارتفاع الأسعار حيث ستمنح المدينة دفعة مالية لسكان شقق البلدية في سبتمبر المقبل وتشمل التدابير منحة للسكان المقيمين في شقق البلدية حيث سيتلقون نصف شهر إيجار صافي في سبتمبر ودفعة أخرى في نهاية العام وستكون المساعدة محدودة لأولئك الذين زادت إيجاراتهم بين العام الماضي والحالي إضافة لمنحة بقيمة 100 يورو لمتلقي الحد الأدنى من الدخل وسوف تستثمر المدينة حوالي 200 مليون يورو في هذه المبادرة أكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر أن ألمانيا شريك مهم في مكافحة سوء استغلال حق اللجوء ونقش الوزير في لقاء مع نظيرته الألمانية في برلين نانسي فيزر مكافحة الجريمة المنظمة ودع المفاوضات بشأن اتفاقية اللجوء والهجرة والعمل بشكل وثيق في رحلات طيران مشتركة للترحيل وتم اتخاذ مبادرات هامة للتحضير لاتفاقية اللجوء والهجرة الجديدة مع التركيز على إجراءات الحدود الخارجية السريعة أعلنت سلطنة عمان عن نجاح وساطتها في تبادل سجناء بين النظام الإيراني والحكومة البلجيكية بذلك أفرج عن عامل الإغاثة البلجيكي أوليفيي فاندي كاستيل بعد احتجازه لمدة 455 يوماً في إيران وبدورها أفرجت بلجيكا عن الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي الذي حكم عليه بالسجن 20 عاماً في عام 2021 بتهمة تنفيذ عمل رهبي واتهمت المعارضة الإيرانية بلجيكا بدفع فدية مخزية لإيران للإفراج عن أسدي نهاية النشرة شكراً لحسن المتابعة شاركونا بتعليقاتكم وآرائكم ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفوغرات على هواتفكم لنبقى على اتصال دائم كنت معكم أنا هيفا من النمسا ميديا أمسيا سعيدة وإلى اللقاء